يا أية النفس المطمئنة إلى محمد و أهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية أنت راضي بولايتك لآل محمد عليهم السلام مرضية بالثواب الله يرضيك بالثواب فادخلي في عبادي من هم هؤلاء يعني محمدا و أهل بيته صلوات الله اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرهم والعالم عدوهم أنت تدخل في عباد الله هؤلاء هم العباد حقا محمد و أهل بيته عليهم السلام الله يقول لك فادخلي في عبادي روح وسطهم و معاهم إلى أين وادخلي جنتي الإمام الصادق عليه السلام يقول فما شيء أحب إليه إلى هذا المؤمن حال الاحتضار من استلال روحه واللحوق بالمنادي الحمد لله حمدا كثيرا أبدا والله أعظم النعم الحمد لله الذي جعلنا من الموالين لمحمد و آله الطاهرين عليهم السلام المبغضين لأعدائه العاملين على كسر أعدائه هكذا نلقى الله نحن وإياكم الآن على مقربة من تقديم أعظم هدية بحسب إمكاناتنا المتوافرة في هذا العصر لهذا النور لهذه الذات المقدسة ذات فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام هذه الذات التي تحضر عندنا حال موتنا نور فاطمة الزهراء عليها السلام أنت الآن تشارك بدعمك لهذا الفيلم العالم الذي يعرف العالم بفاطمة الزهراء عليها السلام ويصور ما جرى عليها للمرة الأولى في التاريخ أنت هنا تضمن لنفسك إن شاء الله أن تلتفت إليك الزهراء في ذلك الموقف في أحوج ما تكون فيه إليها وإلى شفاعتها حين استلال الروح أنت في تلك اللحظات لما تكن هكذا ممدد وجاءتك سكرة الموت وأهلك حولك وما أدري أحيانا أم أطباء وكذا ما يعرفون شي سوون بيك وتشعر بأن الدنيا تموج برزة خلصت عينك الآن تنفتح تشوف بعد تشوف ما وراء عالمنا هذا ويدخل عليك ملك الموت وخايف من أعمالك مقبولة ما مقبولة ترجو غفران الله عز وجل ترجو شفاعة محمد وآله عليهم السلام يأتيك ملك الموت يقول لك افتح عينك تفتح عينك تشوف النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين تتوسطهم فاطمة الزهراء هذا الوجود المقدس المحور وتعلم أن هؤلاء جميعا لا يردون لها كلمة لا ملك الموت يرد كلمة فاطمة الزهراء روح فداها ولا حتى محمدا صلى الله عليه وآله يرد كلمتها أنت في هذه اللحظات في هذه اللحظة بالذات بالتحديد التفت إليها وقل لها سيدتي أنا الذي بذلت مالي لأجلك أنا الذي قدمت نفسي فداء لك أنا الذي حاربت أعدائك انظر في صحيفة أعمالي ترين ماذا قدمت في دنياي لأجلك وكيف عانيت لأجلك وكيف تحملت لأجلك كيف أسقطت أعدائك فردا فردا واجتهدت لدعوة الناس إلى موالاتك والبراءة من أعدائك أنا الذي صرخت بظلامتك أنا الذي قلت يا أهل العالم إن فاطمة الزهراء مظلومة صديقة شهيدة سيدتي في هذه اللحظة أطلب الجزاء منك فقط أنا الذي ما كف لساني عن قول لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك فاطمة لبيك فاطمة أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنور الأنور بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وأن ننال شفاعتهم وأن ندخل الجنة برفقتهم لبيك فاطمة